بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مختارات شرعية والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا حول ما يتعلق في أحكام الجنائز وتحديدا ما يتعلق في صلاة الجنازة فلا شك إن هذا الموضوع من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان لأن الإنسان لا بد أن يعتريه اليوم حضور لصلاة جنازة قد يغيب على بعض الناس صفة الصلاة وأحكامها وما يتعلق بها وفي هذه الحلقة سنجلي بإذن الله عز وجل هذه الأحكام بشيء من التفصيل والبيان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك نافع لنا ولكم جميعا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفة صلاة الجنازة من خلال فعله صلى الله عليه وسلم فصلاة الجنازة هي أربع تكبيرات وفي هذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أو يقف عليه الصلاة والسلام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة يعني إذا كان الميت رجل كان صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس الرجل وإذا كان الميت امرأة كان يقف عند وسط المرأة ثم كان عليه الصلاة والسلام يقدم أقربهم إلى الإمام الرجال ثم الأطفال الذكور ثم النساء ثم البنات الصغار وقالوا أن هذا الترتيب هو الترتيب الذي يكون في الصلاة فكذلك يكون أيضا في الجنازة وقول أهل العلم لماذا يقف الإمام عند وسط المرأة قال ليحفظها عن نظر من وراءها من الناس المصلين وهذا نقف معه وقفة مهمة ولاحظوا معي كيف أن الشريعة حريصة ومتشوفة على قضية ستر المرأة حتى لو كانت ميتة سبحان الله فإذا كان هذا في حق المرأة الميتة التي لا يمكن لأحد أن يطمع فيها ولا أن يفتتن بها ولا أن يتأثر بها أمرات اليوم الناس بأن يستروها فما بالكم اليوم إذا كانت المرأة على قيد الحياة وهي حية مع ذلك تعمل من التصرفات وتضع من اللباس وما تفتم به غيرها من الرجال لا شك أن هذا أمر تزداد حرمته لما في ذلك من فتنة الآخرين ولما في ذلك من جلب الآثام إليها أيضا من المسائل متعلقة في الصلاة وهي كما ذكرت أن صفة الصلاة هي أربع تكبيرات ويكبر الإمام يرفع يديه الله أكبر ثم يقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة في الركعة أو في التكبيرة الأولى بعدها يقرأ الفاتحة ولو قرأ أدعاء الاستفتاح واستعاذ بالله وبسمل فإن ذلك أيضا جائز على الصحيح لأنها في حكم الصلاة ثم بعد ذلك إذا انتهى من الفاتحة أيضا رفع يديه وكبر التكبيرة الثانية يقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة الواردة في التشهد الثاني في الصلاة اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولو قرأ بأي صفة أخرى للصلاة الإبراهيمية فإن ذلك أيضا مما يجوز لأن الصلاة الإبراهيمية لها عدة صيغ ولها عدة صفات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يأتي بها الإنسان بأي صيغة من هذه الصيغة الواردة الثابتة للحديث بإذن الله بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني وإخواتي وعودة لما كنا قد توقفنا عنده قبل هذا الفاصل وكان الحديث حول ما يتعلق في صفة صلاة الجنازة فقلنا بأن التكبير الأولى يكون بعدها الفاتحة ثم التكبير الثانية يقرأ اليوم المصلي على الجنازة الصلاة الإبراهيمية ثم في التكبير الثالثة وهذه التكبيرة غالبا ما تكون أطول من غيرها لأنها التكبيرة التي بعدها يكون الدعاء للميت والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخلصوا للميت الدعاء ومعنى أخلصوا للميت الدعاء أي اجعلوا دعاءكم في هذا الوقت كله للميت فليس من المناسب هنا أن يأتي الإنسان ويدعو لنفسه في هذا المكان اللهم اغفر لي وارحمني ما لك علاقة لأن الكلام هنا عن الدعاء للميت فهو المنتفع وصلاة الجنازة أصلا كلها هي عبارة عن نوع من أنواع الشفاعة للميت أنواع الشفاعة للميت ولذلك يدعى للميت في هذا الموضع بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بقوله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينه بين خطاياه كما بعدت بين المشرقي والمغرب وغيرها من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان بلا شك أنه يندب له أن يدعو للميت بأي صيغة من صيغة الدعاء وأن يكثر من الدعاء له وأن يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب لذلك الميت ولذلك نحن مأمورين بإخلاص الدعاء للميت لأنه أحوج ما يكون في هذا الموضع لمن يشفع له والصلاة عليه هي نوع من أنواع الشفاعة أيضا بعد ذلك تأتي التكبير الرابعة ويكون بعدها سكته يسيرة وقيل أيضا أنه يدعى بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ثم بعد التكبير الرابعة يسلم الإمام تسليمه واحدة عن جهة اليمين هذه باختصار هي صفة صلاة الجنازة أيضا من الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة وهي أنها أي صلاة الجنازة هي صلاة ومدام أنها صلاة فيجب فيها ما يجب للصلاة ومن ذلك استقبال القبلة وكذلك أيضا ستر العورة وكذلك الطهارة فيجب أن يصلي الإنسان للجنازة وهو متوضع فلا يجوز أن يصلي وهو غير متوضع وإذا انتقض الطهارته بطلة صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور كذلك من الأحكام إذا فات الإنسان صلاة الجنازة فاتت بعض التكبيرات يعني أدرك مثلا في التكبير الرابعة والثالثة مثلا فماذا يفعل؟ نقول إذا سلم الإمام يرجع ويكمل تكبيراته التي نسي أو فاتته يكبر سواء كانت تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث ثم يسلم بعد ذلك هذه الطريقة المناسبة للصلاة على إدراك ما فات الإنسان من تكبيرات صلاة الجنازة وقالوا أنه يدرك بالتكبير ويقول وراء كل تكبيرة ما يشرع له أن يقوله بعد ذلك ولكن إذا ارتفعت الجنازة من الأرض فإن الإنسان مباشرة يسلم لأن الصلاة على الجنازة إنما تكون حالة وجود الجنازة أما إذا رفعت فإن المحل الذي لأجله شرعت هذه العبادة لا وجود له ففي هذه الحالة نقول لا تصلي صلاة الجنازة أقصد بمعنى تسلم مباشرة ما دام أن الجنازة قد ارتفعت هذه باختصار ما يتعلق في صفة صلاة الجنازة وبلا شك أن هذه الصلاة شأنها عظيم وفضلها كبير والإنسان عليه حقيقة أن يحرص على أن لا يضيع الأجر الكبير في الصلاة على الجناز وأن يفرغ نفسه في حضور هذه الجنازة والصلاة على الأموات لما فيها من الأجر وللحديث بإذن الله بقية في حلقة جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة